أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحالمة موضع التاس تشكل بناء هذه الحلقة بعضها سيكون مثالا نقاشا مع جهات ذات اختصاص بحثا عن إجاباتنا على بعض جوانب الغموض وأخرى مطلقها وتفاصيلها استطلاعين نتعرف من خلاله على ما تسخر بي تعز من معالم أثريكة قيمة وفي أخرى سنتوقف وإياكم على إحدى المناشط التي تبدلها مؤسسة تنموية بهدف تشجيع زراعة البن وإعادة الاعتبار لهذه الشجرة وكونوا معنا تشاهدون في هذه الحلقة اليمن السويدي أقدم مستشفيات تعز لرعاية الأمومة والطفولة على وشك التوقف والإدارات ناشد الحكومة والمنظمات التدخل الأكمى في المعافر حصن أثري تاريخي يحوي سرديب تحت الأرض ضمن مشاريع تحسين سبول العيش معكم التنموية تدعم مزارع أرياف تعز بشتلات بنا أصيلة وأدوات إنتاج زراعي مشاهدين يقدم المستشفى اليمني السويدي في تعز خدماته الصحية للأمومة والطفولة منذ ما يزيد عن خمسة عقودة ورغم هذا العمر الطويل من الخدمة لم يحظى هذا المرفق الحكومي بمزيدا من الدعم إذن عكس عدم الاهتمام على الخدمات التي يقدمها والتي توصف بالسيئة ومؤخرا تزايدت شكاوى مرضى من عدم توفر العلاجات وغياب الكادر الطبي إضافة إلى فرض رسومين مقابل الخدمة عبر الإكسوجين يتم إنعاش هذا الرضيع الذي يرقد على سرير المرض بالمستشفى اليمني السويدي بمدينة تعز وتبدو حالته الصحية غاية في السوء العشرات من الحالات المشابهة تعيق بها أقسام الإسعاف والطوارئ والرقود في هذا المشفى ويحتاجون إلى عناية فائقة عنايتهم بدأ أن اليمني السويدي أعاجز هذه الأيام عن توفيرها مع اعتراف الكادر العامل بتراقع الخدمات المقدمة في المشفى الوحيد المختص برعاية الأمومة والطفولة في هذه المحافظة أنا متوظفة هنا لحوالي 29 سنة ما مرتش أسوأ من هذه الأيام المستشفى وضعه من أسوأ لأسوأ اكتسب المستشفى اليمني السويدي منذ تأسيسه في الستينيات شهرته من خدماته المقدمة للمرضى مجانان غير أن وضعه الحالي تغير كثيرا سيما وأن مرضى يشكون من شراء العلاقات من خارق المرفاق الذي اختفى كثيروه من كوادره الطبية المتميزة المعاناة أننا عالقنا عند الدكتور وعملنا الفحص أقناش أننا قرر العلاق ما لقيناش الدكتور الساعة 12 و10 دقائق من خارق من صيدلية أصام ما بالصيدلية داخل ما فيش لا شرنقة ولا مغذية ولا حاجة ما يحصلش المريض أي نوع من الاهتمام فيه غير السرير والإبرة اللي نضربه في قسم الحاضنات وحديثية الولادة يبدو أن الأمر مختلفا بعض الشيء ففي هذه الغرف تعمل ممرضات ومساعدات طبيب على العناية بالخدق ورعاية الرضاع رعاية قد لا تناسب أمهاد أكبرنا مؤخرا على دفع رسوم مقابل الخدمة بعده ما تعديش الأسبوع والحاضنة قد هي أكثر من 40 ألف من هنا للمواطن ببادة طلبات حقهم كامل من مخلف العلاقات من مخلف الطلبات اللي يطلبوا بلا حساب بل يوم من فحوصات الإبر بـ 15 ألف ريال قبني إبر مع الفراشر المنظمة كانت تدعم بأكثر الموارد للداخل المستشفى أدوات أكسوغين بيترول ديزال عشان الحاضنات عشان كل حالة يعني فخرق منظمة بأطباب الأحدود من المستشفى نفسه حصل ضعف في إمكانية المستشفى أصبحت الحاضنات برسوم أصبح المرافق المريض أبو المريض أم المريض يعانوا بشكل فضيع يعني مش قادرين يخلوهم فترة يعني على بل ما يكمل علاقه عشان الرسوم ويضطر أنه يخرق المريض علشان مش قادر يدفع شغلنا هنا داخل المستشفى الاهتمام بالطفل ونعطيها الرعاية الكاملة الرعاية التمريضية الكاملة وأخذ العلامات والمتابعة بعد الطبيب لو أضاف حاجة العلاقات قياس درقة الحرارة وفق كثيرين فإن الوضع الذي وصل إليه المستشفى اليمنى السويدي في تعاز لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قطاع الصحة في المحافظة الذي يعاني كثيرا ووصل مع استمرار الحرب وغياب الدعم الحكومي إلى عكزه عن تقديم أبسط الخدمات والرعاية إلى المواطن وللوقوف على هذا الموضوع نصدف معنا مدير المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة بتاعز الدكتور فؤاد الحدد أهلا بك معنا دكتور مرحب أهلا وسهلا المستشفى هو الوحيد في تعاز المتخصص بالأمومة والطفولة ما الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الخدمات والرعاية الصحية في هذا المرفق المهم طبعا المستشفى اليمني السويدي هو المستشفى المرجعي الوحيد للأطفال في محافظة تعز يخدم 480 نسمة في إطار المستشفى يخدم كذلك المديريات والمحافظة المجاورة العدد المهول على المستشفى اليمني السويدي كونه المستشفى الوحيد للأمومة والطفولة في تعز فيستقبل في العام أعداد مهولة بلغت حوالي في 2021 إلى 98 ألف حالة فالضغط على المستشفى كما قلنا كبير كونه الوحيد في الأمومة والطفولة ماذا عن الكادر الطبي؟ هل يتواجد بكامل طاقته خصوصا وأن مرضى يشكون من غياب الكادر الصحي في المستشفى؟ المستشفى اليمني السويدي كان مدعوم من قبل منظمات أطباء بلا حدود وانسحبت المنظمة بآخر وانسحبت المنظمة طباء بلا حدود في 31 مارس 2021 كان يقدم خدبات طبية مميزة ذات قودة عالية وبمعايير طبية عالمية معنى انسحب هذا أثر على مستوى الخدمات؟ انسحب أطباء بلا حدود أثر في عزوف معظم الكادر لأنه 70 في اليمين الكادر الخاص في اليمين السويدي كان متعاقدين فالتعاقد كان لأطباء بلا حدود يدفعوا حوافز بالنسبة للطاقم الطبي والتمريضي إلى وقت قريب كان المشفى تقدم خدمات مجانية للمرضى ومع ذلك مؤخرا بعض أمهات تحدثنا عن إخراج موالد رضا من قسم الحاضرات لعدم قدرتها على دفع رسومة ما الذي تغير حتى أصبح هناك فرض رسوم مقابل خدمة؟ طبعا مهما كان إيرادات المستشفى ليمين السويدي لا تغطي أقور المتعاقدين من الكادر الطبي والتمريضي ففرض رسوم رمزية على الحاضنات لم يكن عبطية من إدارة المستشفى بل كان لزاما لتقديم الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لزاما تكون هناك مشاركة المجتمع وبرسوم رمزية محددة حتى تستمر الخدمة توجد في المشفى الصيدلية ومع ذلك مرضى يتحدثون أو يؤكدون شراء العلاق من صيدلية تجارية خارج المشفى ألا تقدم ميزانية خاصة بشراء الأدوية والعلاقات وهل منظمات تدعم المشفى في هذا القانب؟ طبعا عندما نتكلم عن موازنة المستشفى الموازنة المرصودة من قبل السلطة المحلية أو نقول وزارة المالية لا تغطي 10% من احتياجات المستشفى والمتمثلة في توفير المحالية المخبرية والمستزمة الطبية وكذلك الأدوية الإسعافية الخاصة بمرضى الطوارئ الأطفال وتوزع خلال 24 ساعة كأدوية إسعافية فقط بالنسبة للأدوية الكافة لكل المترددين طبعا هذا غير قادرين على توفيره كما قلنا أنه محدودية الموازنة نعم لا تسوي عشر في المنم طيب ألا يقد لديكم مثلا تواصل مع منظمات دولية طالما وأن هناك لا يقد دعم سواء من وزارة الصحة أو من السلطة المحلية مدى التنسيق مع المنظمات الدولية نحن تواصلنا مع كل المنظمات الدائمة العالمية والمحلية في نداء استغاثة للمستشفى اليمن السويدي قبل انسحاب أطباء بلا حدود وما زلنا من قلال قناتكم المفضلة نناشد كل المنظمات الدائمة بتدخل السريع في اليمن السويدي لإنقاذ الأمومة والطفولة في محافظة تعز ألا نتحدث عن إغلاق قسم العناية المركزة وبعض الأقسام الأخرى أي مبرج يمكن أن يكون لإغلاق هذه الأقسام؟ طبعا تم إغلاق قسم الرقود والعناية المركزة في المستشفى قلنا لم يكن عباطيا لنزوع العزوف معظم الطاقم الطبي والتمريضي إلا أننا في الآوينة الأخيرة استطعنا بمحدودية القدرات من إدارة المستشفى وكذلك الأطباء المتواجدين والمريضين إلى إعادة تشغيل قسم الرقود وبطاقة استعابية تبلغ 45 سرير طيب ما المأمول الآن من قبل إدارة المستشفى؟ ما هي خطتكم لتطوير الآداء في هذا المشفى وتقديم خدمات تناسب الاحتياج والموجود؟ والله نحن قدمنا ونقدم خدمات طبية مميزة على مستوى المستشفى الأطفال كون المستشفى يتماشى أو يحقق أهداف مرقوة من نسبة ذات قودة عالية ووصولا إلى المعايير الطبية العالمية نحن قد نقدم خدمات طبية مميزة خلصا في الحاضنات وطوارئ الأطفال هذا بالفترة الحالية أو تتحدث عن فترة سابقة؟ لا أنا أتكلم عن فترة سابقة وفترة حالية لكن ما لاحظنا هو شكاوى كثير من المغطنين أثناء تنقلنا في المستشفى من عدم موجود أي كوادر طبية للتعامل مع المرضى الذين يرافقونهم عن أي خدمة نتحدث؟ للكم الهائل للمترددين على المستشفى نحن نتكلم معكم بأرقام نقول أنه استقبال المستشفى اليمني السويدي من يناير إلى أكتوبر 2021 298 ألف حالة يعني العدد المهول هذا يقابله المفروض عدد كبير من الأطباء والممرضين ومقدمية الخدمة الطبية حتى يساوي العدد معقول ومطلوب يساوي الكم الهائل من المترددين حاليا كيف سيكون وضع المشفى؟ هل سيتم هناك مخاوف من إغلاق المستشفى السويدي اليمني وهو المتخصص الوحيد الحكومي في جانب الأموم والطفولة؟ والله نحن من خلال قناتكم نناشد السلطة المحلية ووزارة الصحة ووزارة المالية بسرعة إنقاذ المستشفى اليمني السويدي من عزوف الكادر الطبي وكذلك الموازنة التشغيرية الغير كافية للتماشي ورفض المرضى المترددين على المستشفى بخدمة طبية مميزة إذن الدكتور فؤاد الحداد مدير المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة بتاعز شكرا جزيلا لك مرحبا بكم من جديد تشتهر المعافر الواقع جنوب تاعز بالكثير من المعالم الأتريكة بالنظر إلى تاريخها العريقة ويعد حصنا الأكمى وبار الحميش من هذه المعالم التي تحدث عن تاريخ المعافر والتابعة معلم آخر من معالم دولة المعافر القديمة وأحد شواهد التاريخ على قيمة هذه الكنز الأثرية التي تزخر بها محافظة تاعز حصن الأكمى التاريخي الواقع بقرية مقدار التابعة لعزلة السواء يتربع الحصن الذي لم يعد سوى أطلال على منطقة وادي المحجر ويقابل تماما أقدم حصون عاصمة دولة المعافر التاريخية الموجود بمنطقة البطنة بالسواء وهو حصن القدم أحصن الأكمى بير حميش وهو جوج من السواء هذه المنطقة ذكرها العثمانيون في حملتهم عام 1537 ذكروا هذه القلعاء والأكمى ذكروا من ضمن المناطق التي سيطروا عليها وهي امتدادة لمدينة السواء القديمة يجمع سكان قرية مقدار والمناطق المجاورة أن هذا الحصن وقد منذ القدم لاعتبارات دفاعية بهدف تأمين السواء عاصمة دولة المعافر وحماية طرق القوافل التجارية القادمة من ميناء موزع التاريخي حصلنا من علومات من الناس القدامى أنه هذا كان مركز مراقبة لدولة المعافر التي كانت في حصن القدام وهناك تواصل طرق تجارية تمتد من هذه المنطقة إلى الشراء وقز من السواء وتمتد إلى قبل مشاعر لهم مشاعر مذكور بالنقش وتمتد إلى مدينة السواء وتمتد إلى المشاولة ثم إلى مجزعة لم يتبقى من حصن الأكما المعروف بأنه شديد التحصين سوى بقايا قدر وحفريات في صخور أعلى القمة الصخرة التي كانت ترتكز عليها المنشأة وتحيط بها نوبات الحراسة وأبراغ الاستطلاع هذه المنطقة تعتبر منطقة ارتكاز أو منطقة وسط على مستوى السواء أو النشامة وممكن من خلالها تلاحظ المناطق كامل تلاحظ السواء تلاحظ القمر الشائرة تلاحظ القبزية تلاحظ مناطق الصليحي تلاحظ مناطق الصينية من خلال هذه القلعة التعرية والإهمال أتيا على مكونات الحصن غير أن معالم مهمة ظلت تقوم منذ ذلك الزمن وحتى اليوم الغرفة هذه بداية مدخل نفق حفر في الصخر ويذكر الأهالي عنه الكثير البعض يؤكد أنه يوصل عبر ممرات في التقويف إلى وادي محقر في الأسفل ويرتبط بسرداب إلى أعلى القمة تعرض الحصن للتدمير خلال فترات زمنية متعاقبة ولعل أهم صور العبث التي يرويها من سكن الجوار ويتحدثون عنها بحرقة هو ذلك النهب المنظم العشوائي لأحجار منشأة الحامية والتي تم استخدامها في البناء قام البعض بالحفر والبحث عن هذه الآثار الأشوائية فلم يكن هناك من يردهم عن هذا الشيء فقبل سنة تقريباً قبل أبنى اللقنة الأمنية من المعافر بالمنع والضبط من كان يعتدي على هذه الممتلكات قاموا ناس بإثفار وتدمير هذه اللكمة كما الحميش من منطقة الحميش وقلنا نحن وراء قدوم سنة يعني وقفنا هذا الشيء في أسفل القمة على حافة القبل وتحديداً من جهة شعبة الكتكوت توجد آثار لحفر نحتت في الصاخر يؤكد بعض من من يهتمون بكنوز المعافر أنها لآبار وربما لخزانات مياه تحيط بالحصن من جميع الاتجاهات ووظيفتها تأمين المياه للعاملين في الحامية في تلاعب الآثار أو بقصد أو بغير قصد وهذا أثر تأثير قوي جداً على كنز المعافر التي يمتد يعني قلنا لها آثار غير عادي يعتبر حصن الأكمى وبئر الحميش من آثار المعافر التي لم تلقى اهتمام الدولة وظلت عرضة للنهب والتخريب رغم قيمتها التاريخية توسع مؤسسات تونى بالجانب الإنساني التنموي من نشاطاتها لتمتد إلى الجانب الزراعي في محاولة لاحتواء تداعيات آثار الحرب على السكان في هذه الفقراء سنصلت الضوء على أحد المشاريع التي تنفذها مؤسسة معكم التنموية في المعافر وتستهدف دعم ريفيين لتشكعهم على زراعة البن اليمني كالأصل يوم لا استثنائي بالنسبة لقاطن منطقة الأنبوه بمديرية المعافر وهو الجوم الذي تم فيه إعادة الاعتبار لوادي ترس وتاريخ الزراعة فيه من خلال تدشين عملية غرس عددا من شتلات البن اليمني الأصيلة ضمن مشروعا تنفذه مؤسسة معكم التنموية بدعم من منظمة تكاة تركية في إطار تحسين سبول العيش والأمن الغذائي في محافظة التعز يعد مشروع تحسين سبول العيش والأمن الغذائي لصغار المزارعين لشكرة البن من المشاريع التنموية التي تسعى إليها مؤسسة معكم التنموية مدف وهذا المشروع أيضا مشروع دعم المزارعين بشكرة البن وغرس شكرة البن يأتي ضمن مشاريع التنمية المستدامة وتعزيز الصمود لدى المزارعين وتحولها من نحو الإنتاج والاعتماد على الذات لم يقتصر دعم المزارعين على الشتلات وحسب بل حرص المنفذ والداعم للمشروع على أن تكون أدوات الإنتاج الزراعي من بين ما تقدمه مؤسسة معكم التنموية للمزارعين في الأريافة إذ تسلم المستفيدون خزانة مياه ساعة خمسة آلاف لتر إلى جانب الأدوات الخاصة بالإنتاج الزراعي وهو ما لقى ارتياحا من قبل المستفيدين باعتباره من المحفزات التي تساعدهم على مضاعفة الجهود واستعادة نشاطهم الزراعي نحن استلمنا من هذه المؤسسة مساعدة تتمثل في خزانة المياه تحتوي على خمسة آلاف لتر بما في ذلك شبكة الري وآلات الحراثة الحقل التجريبي تبعه عملية توزيع شتلات بون صنف حمادي عالي الجودة على عددا من المستفيدين من أبناء المنطقة بحسب منفذي المشروع فإن شتلات هذه من النوع سريع الإثمار غزير الإنتاج قدمنا أيضا شتلات هذه الشتلات أيضا تم فحصها من قبل المهندس المختص أنها أيضا أكثر إنتاجية وأخذ كل مزارع سبعين شتلة وأخذ أيضا سماد وأخذ المعدات الزراعية خزانات مياه خمسة آلف لتر هذا تدخل في مساعدة المزارعين في الأرياف جاء بنتائج إيجابية ونعكس تشجيع المزارع بصورة أو بأخرى على أرض الواقع فهذه المساحة التي زرعت بالكامل بنبتة القات بدأ أن مالكها اليوم مقتنعا بعدم الجدوى من زراعتها لأسيما مع الاستنزاف الجائر التي تتسبب به شجرة المياه يقوم هؤلاء العمال باقتلاع نبتة القات تمهيدا لتبدالها بشجرة البن الأصيلة عادة الاعتبار لشجرة البن الذي كانت طبعا قديما هي المورد الاقتصادي لليمن فنظرا لزحف القات أو مساحة زحف القات للمزارع العراض الزراعية أثر على شجرة البن وهذا تكمله من توفي أنه عادة شجرة البن إلى ما كانت عليه سابقا كمورد اقتصادي وهم بالنسبة للوطن يقول خبير زراعي إنه لأجل الاستفادة القصوى من هذا الدعم فقد سبق تنفيذ دورات تدريبية للمسفيدين من المزارعين في المنطقة بهدف تعريفها بالطرق والأساليب الصحيحة لزراعة شجرة البن والاعتناء بها منذ غرس الشتلة وحتى جني المحصول فهمناهم بالنسبة للدورة البن كانوا في معلومات كثيرة جدا غائبة عنهم فعملنا لهم دورة زراعية لمدة ستة أيام عملية ونظرية فهمناهم عملية الأمراض فيه أمراض في السلوقية فيه أمراض عن طريق الآفات والحشرات الآفات الزراعية والفطرية والله الوادي هذا يعني الزراعة في قدها قديمة من قبل وكان مشهور بزراعة البن وزراعة المنقع وفيه زراعة برضو زراعة الحبوب والآن إن شاء الله كاتل منظمة هذه التيكة يعني أعطتنا هذا الأمال يتحدث الأهالي عن المنطقة ويؤكدون أن وادي ترس بالأنبوه اشتهر منذ القزم بزراعة البن غير أنه مع دخول نبتة القات وشحة المياه تضاءل الاهتمام بالزراعة هذا النوع من الأشكار غير أن دعم المزارع بشتلات البن سيعيد إلى المحصول النقدي ذي القيمة التاريخية الاعتبار وسيخلق توجها نحو الاهتمام بها من جديد وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع حتى الملتقى في حلقة مقبلة بمواضعة جديدة ومتنوعة دمتم وفي أمان الله اشتركوا في القناة